بعيداً عن الدبلوماسية السياسية علناً وبالفهم الملآن لا تصوتوا ضد قرارنا إننا نحذركم إياكم أن تفعلوا ذلك مضمون الحالة الأمريكية حالياً تحذير ووعيد موجه إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من التصويت الخميس لصالح مشروع قرار يدعو لسحب الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الكيان يحشد سياسياً ويدغط علانية وترامب مسانداً يخبر سفيرته لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن تبلغ مندوب الدول الأعضاء بأنها إذا وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني فهذا معناه استعداء لشخص ترامب وليس الإدارة الأمريكية فحسب ليس هذا كل شيء ترامب طلب من هيلي أن تبلغه بأسماء الدول التي ستصوت ضد قراره أيضاً وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس جلسة طريقة خاصة للتصويت على مشروع قرار عربي الإسلامي بشأن القدس المحتلة وذلك بعد استخدام واشنطن الفيتو لإسقاط قرار الاعتراض الذي أيدته أربع عشرة دولة الفيتو تلك العصة الأمريكية التي تلوح بها في وجه كل من يسعى إلى مواجهة سياساتها المناصرة علانية للكيان الصهيونية التهديد الأمريكي جاء على هيئة رسالة مكتوبة بعثت بها مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي لعدد من بعثات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية الخارجية التركية مغردة بطريقة لا تروق لترامب قالت إنها تأمل أن تخرج الجلسة بقرارات تبطل القرار الأمريكي وأن تقبل القرارات وتلاقي دعما يحافظ على هوية القدس التاريخية والقانونية وتمنى سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يحصل مشروع قرار سحب الاعتراف الأمريكي بتأييد ساحق في الجمعية العامة التي تقف عند مفترق طرق شاخصة بصرها تجاه ترامب الذي تجاوز كل الأعراف المعمول بها سياسيا نصرة للصهاينة أما على الأرض فالفلسطينيون لهم الكلمة الفاصلة لا يهتمون لقرارات ترامب طالما أنهم سلكوا نهجا لا بدل عنها فإذا كان ترامب مع الصهاينة فواقع الفلسطينيين يقول إننا حتما سنسقطه بمواصلة المقاومة